أغلب الناس اللي بيحبوا السينما والدراما بيحبوها لأنهم بيستمتعوا باللي بيشوفوه على الشاشة لكن هو بقى كانت متاعته الحقيقية أنه يشوف اللي وراء الشاشة ويتابع كل اللي بيحصل في كواليس الأعمال الفنية وقتها كان لسة شاب صغير لما قرر يعرف بنفسه هو زي النجوم اللي بيشوفهم في الأفلام وفي المسلسلات بيحضروا التصوير وهم موجودين يحضروا نفسهم قبل التصوير لكنه اكتشف عالم تاني خالص عالم بقى في كاميرات ومصورين وعمال إضاءة وراجل شخصته قوية كده لما بيقول كلمة واحدة الكل بيسكت وبيبدأ تصوير المشهد كلمة ايه؟ أكشن طبعا أكشن الكلمة اللي بيقولها المخرج طبعا أول ما المخرج يقول أكشن خلاص يعني يبدأ على طول التصوير سواء في التلفزيون أو في السنة هذه الكلمة البسيطة أكشن رنت في ودنه ورسمت خط البداية لحياته فقرر يبقى جزء من هذا العالم بأي تمن اشتغل في التلفزيون احترف المونتاج أبدأ فيه لدرجة أنه عبد الحليم حافظ طلبه بالاسم وقابله بنفسه عشان ينفذ سلسلة الأدعية المشهورة اللي كانت آخر حاجة يقدمها العندليب لجمهوره وخطوة خطوة لقى نفسه في كواليس أشهر وأهم عمل تلفزيوني في تاريخ الأعمال الرمضانية الفوزير اشتغل هو كان بيشتغل مساعد مخرج للعبقاري راحل فهمي عبد الحميد اتعلم منه حاجات كتير ولكن حينما يلعب القدر لعبته بيرحل الرائع فهمي عبد الحميد في وقت صعب كان فاضل بس يمكن عال من شهرين على رمضان وقتها اللي اترحموا على المخرج الكبير فهمي عبد الحميد اترحموا كمان على الفوزير لأنه كبارات المخرجين اللي في مصر وقتها رفضوا يشتغلوا مكان المخرج اللي اخترع هذا الشكل المبهر لفوزير رمضان كل المخرجين كانوا خايفين من المقارنة لكن في اللحظة دي بيظهر اسمه عشان يشيل مسئولية كبيرة جدا وكان وقتها بيرهن حرفيا على مستقبله الفني كله لأن الفشل كان معناه النهاية من الآخر لكن اللي حصل اننا لسه فاكرين فوزير عالم ورق ورق لنلي وفوزير حاجات ومحتاجات لشريهان واللي حصل كان نجاح كبير في عالم الفوزير نجاح كان السبب في انه بعد كده نستمتع معاه بروائع المسلسلات اللي اخرجها زي أرابيسك أرابيسك يا جماعة يعني زيزينيا رايا وسكينة حلم الجنوبي العندليب شمس الأنصاري حاجات كتيرة جدا سروة من الأعمال الدرامية اللي بتعتبر دلوقتي جزء من التراس الفني المصري أعمال عيشة معانا ولسه هتعيش أعمال بتتنفس من روحه وشخصيته أعمال عليها بصمته الفنية وهو بيمدي كده يا جمال عبد الحميد هذه الإمضاء علامة الجودة والإتقان اللي بتظهر في نهاية كل تتر بهذا الإمضاء المميز إمضاء واحد من كبار مبدعي الدراما المصرية على مر العصور المخرج الكبير جمال عبد الحميد بس ألفل أنا يعني ممكن كنت أكمل الصبح بس مش عارفة أقدمك بإيه ولا إيه لأنه أعمالك بجد مميزة وبصمتك مميزة والحقيقة أنا مبسوطة جدا أن حضرتك معنا النهار ده ده أنا اللي سعيد أن أنا مع حضرتك والله وعندوكو هنا بالحقيقة اللي أنت بتقدميه ده يعني خلاني أعود في الأرض لا ده حضرتك قامة كبيرة لا يعني حاجة عظيمة جدا جدا أنا بس تفضل كلامك كله حاجة عظيمة جدا جدا ربنا يا خليك أنا بس من كلامي ده فيه نقطتين هبدأ فيهم الأول يعني تعليقا على الكلام وبعدين نبدأ الموضوع أولا عبد الحليم حافظ كلمك ولا أنت قابلت ولا حصل إيه لأن أنا مقدرش يعني مبدأش إلا بعبد الحليم بصراحة والله أنا كنت بشتغل في التلفزيون وعملك المسحراتي 30 حلقة عشر حلقات لكل مغني منهم الله يرحمه إسماعين شابانا وإسماعين طلب مني إن أنا أعمله أغنيتين إدهمني عشان أعملهم عملت له الأغنيتين دول واتعرضوا في التلفزيون لقيته بيكلمني وقال لي عبد الحليم ما عايزك تعال أتغدى معي وعن قابله فروحت اتغديت مع إسماعين في الشقة بتاعته وني زلنا من شقة كان ساكن فوقه عبد الحليم وني زلنا عبد الحليم وأنا بقيت مجنون يعني أن أنا قابل عبد الحليم هذا النجم العبقري ونازل عايزني أعمله 15 دعاء دعاء اتجننت يعني أو توافقت بشكل غير طبيعي التقتك إزاي عبد الحليم يعني توقف عندك شاف الأغنيتين وعجبوه أنا كنت بعمل شافهم بالصوت والحد قبل وسط المخدة شافهم مع إسماعين إسماعين جالي التلفزيون وكلمني قال لي تعالى نتغدى سوا عبد الحليم عايزك فاتش بصدق أن أنا قابل عبد الحليم حافظ دي كانت بالنسبة لي يعني شيء مخيف أن أنا عادت مع حوالي تلت ساعة حصل فيها إيه بقى تلت ساعة دي حجان هو بيتكلم هو قال ليه أنا مش هتصور يعني أعمل اللي أنت عملته إسماعين إسماعين زي اللي أنت عملته أعمله وكت بفكر طول الوقت أنه ربنا سبحانه وتعالى خالق كل ما هو حوالينا في الدنيا فلازم دا اللي يطلع في الأغاني لأن الأغاني قديمة كانت الأغاني الدينية كانت عبارة عن المأزنة بتميل شمال وتميل يمين والمسجد والناس بتقعد تدعي والمصحف وكده الشكل تقليدي شكل كان تقليدي فأنا عملت الأدهية بتاعت عبد الحليم عبارة عن خلق سبحانه وتعالى في جميع حياتنا شوفنا فيها مناظر طبيعية أه فعملت صورة مختلفة تماما عن الشكل التقليدي للدعاء تلفزيون هو مش هفهاش أه ملحقش يشوفه نعم توفه هو سافر إنجلترا رأعمل عملية هناك وتوفى وأنا بعمل الأغاني والجننت بقى زعلت طبعا أنت كان نفسك عبد الحليم يشوف الشغل اللي أنت عملته أه زعلت جدا آخر مخرج أنت اشتغلت مع عبد الحليم يعني آه وطبعا عشقي لعبد الحليم حافظ يعني أنا وانا صغير كان عبد الوهاب ومكلسوم وعبد الحليم وبعض المغنين دول اللي كنت بقى طول الوقت بس فإن عبد الحليم حافظ أنا أروح له وقابله ويطلب مني أن أنا أعمله أدعية دي كانت بالنسبة لي يعني خدت عنه انتباعي على المستوى الشخصي وانت قابلته في بيته قابلته في بيت إسماعيل في بيت إسماعيل بقى هو نزلنا من الشقة بتاعك فوق كان لابس جلبية وروب وطائية وبتاعه وكده مش عبد الحليم البدلة ولا كان لابس كده كان شكله تعبن كان تعبن شوية أنه يبقى لابس كده وقاعد معي لا ده يبديني فرصة وقال لي هبعط لك الأغاني وتعملها وتعملها وهتعجبك أنا عملتها في الإذاعة وبتتتعرض يعني الناس بتسمعها لكن مش عايز نعملها في التلفزيون بس فأنا كنت حجنن يعني أنا قاعد مع عبد الحليم حافظ أنا وأنا صغير كنت مع حد نجم قاعد كبار النجوم مش مصر بس العالم العربي والعالم الغربي يعني عبد الحليم حافظ فجننت وجريت بقيت باجري أدور وإيه اللي بصوره وإيه اللي هجيبه من المكتبات وكده وبتقيت أشتغل في عملت له كم دعاء خمستاشر خمستاشر دعاء اتعرضوا في التلفزيون آه بتعرضوا كتير لغاية دلوقتي صنف رمضان بتعرضوا كتير كانوا بالنسبة لي حاجة جديدة بعملها وتقلدت بقى دي كده كلها كل اللي كنت بعملها انت عملت مدرسة جديدة أصلي قبل كده كانت حاجات تقليدية جدا انت أول واحد عملت الدعاء التلفزيوني بشكل مختلف تماما كانوا بقولوا عليها جوكر انت عارفة آه أنا طبعا أنا عارفة كانوا بقولوا عليها جوكر بس تتنحت لأن أنا مختبت بعمل أغاني حتى أنا أول مرة أعمل أغاني في التلفزيون بره للستوديو الأغاني كان بتتصور في الاستوديوهات جوه للستوديو وشوية مجميع ترقص وتغني ومش عارفين أنا خدت الأغاني عملتها بره في الشارع الأغاني التلفزيونية مش اللي بيتقال عليه دلوقتي كانت الأغاني التلفزيونية عملت أغاني كتير في الشارع والأغاني ده نكحت جدا كنت بعمل حاجة جديدة طول الوقت طول الوقت بعمل حاجات جديدة الحمد لله الحمد لله ده فضل من الله سبحانه وتعالى طول ده السؤال الأول في الكلام اللي أنا قلته في المقدمة كمان بقى عايزة توقف عند الفوزير كنت مساعد فهمي عبد الحميد وفهمي عبد الحميد يرحل عن عالمنا طبعا المخرج الكبير الرائع اللي يعني برضو هو كمان ابتكر هو العمل الفوزير هو فوقس لك من بره ومتعلم حاجات نقالها الماصر وعمل لنا فكرة الفوزير عبقاري كان عبقاري طبعا عبقاري أنا ما كنت باشتغل مع فهمي كنت بأقرأ الصوت بتاع الكرتون الجملة دي 4 فريم دي 6 فريم دي كنت بقعد أعمل ريت الصوت مع فهمي وهذا الرجل أنا كنت بأعشاءه أنا كنت بأسيب كل الدنيا وأطلع وقعد عنده في الدور السابع في قسم الرسوم المتحركة وكل اللي في قسم الرسوم المتحركة كانوا صحابي يعني وهو صديق وصديق عزيز وغالي جدا وعلى فكرة لما توفى أنا رفضت أعمل الفوزير الإصرار بقى بتاع أنك تتعمل الفوزير وتكمل وتكمل تعمل الفوزير علشان أنا شتمت في الجرائد وترفضت شتمت ليه؟ بيشتموني الصحفي ليه؟ خلاص فهمي عبد الحميد ما تنقلش فوزير آه يعني ننقل الفوزير فكنت بشتم بقى أنا بعمل الفوزير وكده فأنا كنت مقرر إن أنا أبقى بر التركيبة بتاعة العبقارية الله يرحمه وفهمي عبد الحميد وقبلت أعمل الفوزير عشان أكتب تتر في بداية التتر تحية لهذا الرجل العظيم العبقاري صاحب هو فعلا الهرم بتاع الفوزير في مصر وأنا رفضت أعمل فوزير بعد كده يعني عملتها خصيصا عشان الحبيبة الغالية نيلي نيلي كان بتيجت تقعد معي في المونتاج وما كنت بعد أختار أشياء يعني كان فهمي الله يرحمه يقول لي عايزين حاجات للكرومة طارة مثلا بتطير وتنط منها شريان فكان بيابل الكرومة أو كان بيابل أشياء بقاري يعني فكنت بعد اختار أشياء عشان نيشوفها وكان بتيجي هي تتفرج وصحبتني أنا عارفة نيلي كانت بتبات في التلفزيون عظيمة عظيمة أنا كنت بقى السيدة نيلي لأنها فعلا عظيمة وهي اللي اخترتني وهي اللي أصرت أن أنا نعم للفوزير ولذلك أنا عملت عالم وراء اتشهرت جدا ونجحت جدا بسبب نيلي اللي أنا شغال بواحدة عبقرية حد جميلة خالص كانت نيلي طب تيجي نشوف جزء من الفوزير اللي اللي جمعت نيلي مع جمال عبد الحميد وال يعني بتعتبر نسخة من الفوزير مهمة جدا حاضر حاضر بس أنا كنت هذكر لحضرتك حاجة أنه أنا اتحاربت مش بس أنا بتشتم في الجرالة اتحاربت فالحلقة الأولى والتانية والتالتة تزاعوا الحلقة الرابعة روحت في مصر جديدة لسه حفتر كنا في رمضان ولما عملت الفوزير كان فاضل 52 يوم على رمضان فروحت فكلبني ممضوح اللي يسأل الحلقة فين حلقة فين خبوا الحلقة خفوها آه فجريت وروحت خليتهم يفتحوا كل أشوف فين الحلقات وتقلقيت الحلقة فعلا مستخبية مش موجودة وذات حلقة كانت نلي فيها عبقرية عبقرية الحلقة الرابعة دي نجحت الفوزير جدا الحلقة الرابعة كانت رابعة حلقة كانت هتختفي وما كانتش هتتزاع معرفتش مين اللي خافها هو اللي حصل معرفش معرفش الحرب اللي كانت عليها يعني هو تشالت الحلقة وبعدين كان فيه ألف ليلة وليلة بعد الفوزير اتزاعت ألف ليلة وليلة الأول واتزاعت الألنات ومستنين أنا رحت أدور على الحلقة اللي هزاعها لأنه كنت بشتغل الدخلين إحنا في رمضان بنعرض فبشتغل يوم بيوم يوم بيوم اليوم الوحيد اللي روحت فيه عشان أفطر هو اليوم ده خافوا الحلقة خافوا الحلقة وكانت عاملة منكان في الحلقة دي الحلقة دي نجحت نجاح وكانت نيلي فيها عظيمة جدا كانت شديدة العبقرية والجمال هي جميلة نيلي أنا بحبها جدا جدا نيلي وجمال عبد الحميد وعلم ورق يعني فوزير علم ورق ورق عبد السلام أمين وعمار الشريعي وجمال عبد الحميد ونيلي وكتيبة مهمة جدا أثرت فينا كلنا لأنه كل يوم كنا بنستنى الحلقة الجديدة للفوزير دي والحقيقة كانت فكرتها جميلة جدا الحمد لله وسبب نجاحي وسبب شهورتي كانت علم ورق لدرجة النوم كانوا بيعملوا مهرجانات في الدول اللي حوالينا يبعتولي أروح عشان وأنا لسه زاير وما عملتش غليل فوزير فعلم ورق شهورتني جدا ولجحتني جدا والناس بقت حتتجنن أن أنا لازم أعمل فوزير تاني وكده وعملت مع شريهان ما كنتش بقى أعمل فوزير يعني أنا رفضته والله يرحمه أمدوحي ليس يطلب مني أن أنا أعمل الفوزير الله يرحمه نفس الكاست برضو اقطع الإنتاج ممدوحي ليسي كان يعني حاجة مهمة جدا 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 وكنت بشحت منه يديني صهرة أعملت صهرة وكنت بلف بيها محدش عايز انتجها لأنهم شايفين ده أنا بتاع أغاني وأعلانات مش دراما وفوزير مش بتاع دراما فأنت بعد علم ورق دخلت فوزير شريهان ولا دخلت الدراما الأول دخلت عملت أول صهرة درامية في حياتي كان اسمها تحت الملاحظة تحت الملاحظة طلبت من المدوحي ليسي قلت له عشان أعملك الفوزير بتاع تشريهان أعمل دراما الأول أعمل الدراما ومش حخش أعمل فوزير إلا زي وافقت قال أوكي فأعمل فوافق ونزلت تحت في الستوديو وصورت الصهرة دي خدت مني حوالي تسعة أيام كان مين الأبطال كان نبيل حلفاوي أول بطولة الجميل نبيل الحلف نبيل صديق هو صديق عزيز طول عمره وهلا صدقي واسمها الألفي وكل أصدقائي بقى الله يرحمه شاوي شامخ وعادي صادق صبري عم منعم محمد متولي في أصدقاء كتير كانوا معايا في السهرة دي ونجحة الصهرة وكانت ميلاد بقى المخرج الجديد في عالم الدراما أنا ما حصلش اتعرضت يوم عشرة رمضان كنت بعمل الفوزير بتاعت شرهان يوم عشرة رمضان اتعرضت طلبني في التليفون عنده اندوح الليسي أسامة قالوا روكاشة وقالوا ليطلع الأستاذ أسامة عايزك فطلعت قال لي السهرة العظيمة دي قلتنا طلبت من شاوي يقولك تيجي تحضر تصويره بتاعه قال لي لا لا ده عادي شغل عظيم وانت عمل حاجة هيلة هيلة حلوة قوي 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 يعني شيء عبقري شكرا ولقيت نور الشريف اللي هرحمه جاهلي بيكلمني على السهرة دي لازم اشتغل معاه يعني غير بقى أبو بكر يعني ناس كتير جدا كانوا طايرين بالسهرة دي والسهرة دي هي السبب في دخولي جوه الدراما يعني بعدها أول حاجة ايه بعدها دراماية أرابسك أرابسك هو أسامة لما شاف السهرة وأنا عملت الفوزير وسفرت خدت أجازة وكده إن شاء ويكلمني في القتل اللي أنا فيه إن شاء الله يرحمه إن شاء وإشامة وقال لي أسامة عايزك ضروري كلمه فروح تطلبه في اسكندرية وكان يحب البحر جدا ويحب يقعد قدام البحر وساكن هناك ويكتب هو أحلى ما كتب كان في اسكندرية طول الوقت كان أعتقد في اسكندرية كان طول الوقت قال لي تعالي فروحت سايب كنت في الغدقة سيبت الغدقة وروحت اسكندرية وراح مديني خمس حلقات وقال لي إقرأ انت جيبني عشان أقرأ أنت قرير المعالجة المعالجة هاي اللي أنا كنت مبسوط بيها وبتاع قال لي إقرأها بس إقرأ فقريت الخمس حلقات قلت له إيه العبقرية دي ده شيء عبقري ده تجنن قال لي إنت اللي هتعملها أنا قال لي أنا ميت مرة وقل له أنا خضبني ما بقيتش مسدق أن أنا أعمل آآ أرابيسك وخصوصا بقى لما بقيت أقرأ صلاحي السعداني بقى وكان كمان هلا صدي يعني كانت لسه بطلت تحت الملاحظة معاك آآ واخترت إزاي بقى وكان لوسي بقى واخترت إزاي الكتيبة الجميلة دي بتاعت إنت اللي اخترتهم كلهم إنت اللي اخترت الممثلين هو الحقيقة أنا كنت بعمل عملت الترشيحات بتاعتي كل الممثلين أغلبهم أصدقاء لأن أنا كنت بشتغل مسرح فترة طويلة يعني وأسامة بحطة الترشيحات فاختلفنا في حاجات منهم صلاحي السعداني فعلا؟ آآ يعني ما كانش صلاحي السعداني هو المرشح الأول لأرابيسك؟ أمن الإلمان مين؟ كان 백 crim BL والله كنت مرشح أحمد زكي يعني كان حضرتك كنت مرشح أحمد زكي هو اللي يعمل بطولة أرابيسك ممدوح الليسي؟ قال صلاحي السعداني؟ ولا مين؟ لأ أنا اللي قلت صلاحي السعداني يعني مين اللي رشح أحمد زكي؟ أنا مرشح أحمد زكي بإسامة الله يرحمه وأسامة قالي يا ريت آآ ونزلت عادت مع أحمد كان صاحب جداً اللي يرحمه دي أول مرة نسمع الموضوع ده النوح مزكي كان المرشح الأول لمسلسل أرابيسك خد الورق وقال لي أنا هعمله استناني بقى كان بيصور مع الأستاذ محمد فاضل فيلم عبد الناصر ده ناصر ستة وخمسين وكان بيتعامل معي على إنه عبد الناصر يعني قلت له إحنا رمضان قال لي مش هينفع مش هينفع رمضان بس أنا ما أنا اللي هعمل المسلسل ما تدوش لحد تاني أنا اللي هشتغل فأسامة قال لي لأ لحنا لازم نعرض رمضان طب إيه نرشح مين بتاعه هو رشح ناس الحقيقة كان محمود عبدالعزيز مثلا ومحمود كان فرحان قوي لما أرى الورق وبعدين نزل في الجرايد كان بيتزل في الصفحة الأولينية في الأخبار كده أخبار الفن فنزل في تحت في الصفحة الأولينية تحت كده فنزل كان أسامة أنا ركاشة ماتفق مع عادل إمام وكان مرشحه وكان عادل موافق واتفقوا يعملوا المسلسل وبعدين عادل طلب حاجات فأسامة رفض المهم اختلفوا وراكن المسلسل فكتب في الجرايد إن عادل إمام محمود عبدالعزيز بدلا من عادل إمام رح رافض قال لي مش هعمل المسلسل رفض يعني يعني أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز وعادل إمام ويحيا الفخراني الكلام أعتقد ده بيتقل أول مرة بعد 28 سنة مش كده يحيا الفخراني كان مرشح كمان كان رشحه أسامة بس يحيا كان شغال في مسلسل مع الله يرحمه يحيا العالم وما كانش نافع يشتغل نور الشريف ترشح هو إيه ما ترشحش القرابيسك كده ناس كتير يترشح وأنا حجلت بقى إذا جيب صحبي صديقي العزيز الغالي يعني أنت من الأول في دماغك صلاح السعداني صلاح السعداني بعد أحمد زكي مرافض أنا في دماغي صلاح السعداني صلاح صديقي عزيز لأنه كمان الله يرحمه محمود السعداني كان صديقي وكت بقى عشاءه الكاتب الساخر الكبير أنا بعشق قلم وبعشق كتابات حقيقة حاجة كده ما تقراله الكده الكلام بتاعه تحس إنه في نغشيشك كده يلمس الوجدان وبالصخرية بتاعته في كده حاجة بتدخل قلبنا أنا كنت تابع من الناس اللي بتقعد مع محمود السعداني كنت بطول الوقت يروح له النقابة يروح له البيت بتابعه لأنه لو كنت بعشقه جداً الثقافة والفكر والوعي والإدراك والفهم شيء عبقري كان الله يرحمه وعلاقتي زادت بصلاح إحنا كنا مع بعض صحاب من المصرح يعني علاقتي زادت بصلاح لأنه بقى يقابلني هناك عند الله يرحمه محمود بس وبقت طائر أو سامة قال لي صلاح يلبس إزاي وشعره وتجوة وتعجاته اللي مش عارفية قلت له سيبه أنا اللي بخرج سيبهولي أنا اللي هتصرف معاه وخدت صلاح وأبو بكر عزت ونزلنا روحنا مش موجود دلوقتي رابسك ده هقولك إيه مش موجود خالص فنزلنا روحنا لفينا بقنا اللف ونشوف الدنيا عاملة إزاي في أربسك والناس بيتكلم إزاي ونكتب في ورق وندي لي أسامة التفاصيل بتاعة صناعة الأربسك وكده وعاشق أنا مع الصلاح السعداني صلاح السعداني أحد الممثلين المهمين جدا في تاريخ مصر والدول اللي عارضون ونحن عامل دور حسن أربسك يعني بطريقة أعتقد أن هو كان أفضل واحد ممكن يقادي الدور ده يمكن أكثر من أي حدا تاني أفضل من أي حد وأي حد يقولي بالنص مش أنا اللي بقول يعني يقولي لو مش صلاح السعداني محدش كان يقف يعمل الدور ده وصلاح وليق عليه أصلا هاي صلاح كان خارج من الليالي الحلمية بيتقاله في الشرع يا عمدة يا عمدة كان متضايق وزعلان ليه عايزي غير الحكاة يا عمدة ما حدش بقوله أستاذ صلاح بقوله يا عمدة الناس بقيت تقوله حسن حسن يا أربسك وكده كان فرحان جدا تيجي نفتكر حسن أربسك يالا نفتكر مسلسل مهم يمثل بصمة في تاريخ الدراما المصرية أربسك من أول التتر من أول التتر البداية لغاية تتر الختام بإمضاء كده جمال عبد الحميد المميز أولا أنا عايزي توقف عند الإمدة بتاعتك اخترتها إزاي بقى عملتها إزاي أولا لما كنت بعمل الدعاية والعلانات والأغاني كنت بكتب جمال عبد الحميد لما ابتديت اشتغل بقى في الدراما عملت تركيبة بحيث أنها تفضل موجودة شكلا يعني الناس تشوفها خلاص يعني أنا اللي كتبها إزاي أمدي كانها إمضة فعلا كانها توقيعها ودي كانت برضو أصلاها حاجة جديدة ما كناش بنشوف يعني أسماء المخرجين كتبت تكتب عادي بالفونتات العادية يعني بتاعت الكمبيوتر الفونت العادي بس جمال عبد الحميد تكتبت أهوحنا حطينها كانها فعلا إمضة يعني هي كانت كده يعني كتت عاملة زي التوقيع وعيشت بقى من أول أرابيسك ومخرجين كتير على فكرة بعد كده خدوا خدوا السكر الطريقة السكة دي عملوا الموضوع ده بس أنت كنت أول واحد فعلا فكانت بالنسبة لي بتركيبة عرف من خلالها يعني حضرتك لو شفتي الحاجات اللي عملتها قبل أرابيسك كان جمال عبد الحميد كتابة الكمبيوتر زي ما حدثت بتقولي كده وابتدت بقى نعمل التوقيع ده بتختار التترات ازاي لأنه فيه تترات ممكن تبقى موسيقى بس فيه تترات بتبقى مغنى أعتقد أنه معظم شغلة كان التتر المغنى معظم الأعمال بتاعتك بتختار المطربين بقى على أساس ايه بتخلي اللي بيقلف الكلمات لازم يشوف السكريبت بتاع المسلسل بتقعد معاه بتوجهه بيبقى الشغلة عمل ازاي وانا الحقيقة كنت بشتغل انا وعمار الشريعي طول الوقت يعني عمار الله يرحمه هو اللي كان معايا والله يرحمه سيد حجاب كان معايا برضو بس سيد لما راح الجوز سافر لا رحمك يا سيد سيد حجاب طبعا مبدع مهم وكلامه ده عبارة عن يعني ايه لقلق كده تحس انه عبقري أغلب حبات لقلق أغلب التترات والأغاني اللي في المسلسلات كلها كان سيد حجاب وعمار الشريعي طبعا عمار الشريعي فرايا وسكينة الإبداع اللي عمله كان حاجة عظيمة جدا يعني أول أساسا ما بنسمع الموسيقى بتاعة ريا وسكينة بنفتكر بنشوف المشاهد بتاعة ريا وسكينة قدام وانا كنت حجنن انه هو اللي يغني لازم هو اللي يغني والإنتاج كانوا رفضين انه هو يغني بس غن وانا رفض لانه عبلة عبلة صديقة عزيزة وغالية وكده هو وخالد عجاج مش كده خالد عجاج بناه هو اللي جابه عمار عمار اللي جابه لان انا كنت جايب مغنية ورفضت تيجي لستوديو وقالتلي ما بروحش لحد اللي عايزني يجيلي هو هتغني في البيت ولا يجي كنت عايزة هتغني لرايا وسكينة قالتلي اللي عايزني يجيلي يا أستاذة فلانا كنت هتغني في استوديو ده الأستاذ عمار الشريعي ده مش حدي يعني معلنا فهو اختار خالد عجاج يعمل وكان اختيار جميل طبعا بنحيل مطرب الجميل خالد عجاج وكان لايه برضو على التيتر لكن جوا اللي غنى عمار الشريعي كان عمار اللي بيغني أنا علاقتي بعمار علاقة قديمة جدا منه أنا حبي للمزيكة وان انا بقيت بفهم في الموسيقى ان انا بقيت صديق لعمار وانا لسه ما كنتش بشتغل في الدراما كنت بشال في الدعاية وفي الإعلانات وصحبت عمار وبقيت اروح له للستوديو وتصحبنا وعملنا مع بعض أفلام المهم يعني اعلقتي بعمار انه أهم موسيقى حصل في تاريخ البلد وانا مش عايزة يعني مش عايزة غيره اختلفت مع اي مخلوق بيزعل ولا بتاع انا اختلفت مع الناس كلها مع اني كنت بحب مثلا مودي الإمام يعني مودي صديقه صديق عزيز واشتغل معايا الصهرة بتاعت الملاحظة دي كان عمار بيعمل عملية ما كانش فاضي وبعدين رجع ابتدى يشتغل في يعني اول عمل علي بابا بعد بعد ما عملنا ارابيسكو سيبت ارابيسكو كده اول عمل علي بابا انا عايزة كمل اكتر عن رايا وسكينا بس بعد الفاصل عشان نشوف جزء من رايا وسكينا لانه هذا العمل انا بعشقه جدا والحياة كلما بيتعاد بشوف الحلقات كلها وانت برضو اكتشفت فتحي عبدالوهاب في يعني مشاهد قليلة في الاخر ما كان بيحقق لا مش مشاهد قليلة الحلقة كاملة اه ما قصدي انه بالنسبة للعمل هو ما اظهرش غير في الاخر ده حبي تعتبر مشاهد قليلة بالنسبة للعمل ككل فيه كم مشاهد ما عليش هو اللي حصل انه اللي كان مكتوب انا كنت رافضه رافض المسادسل تماما والله يرحمه ومسامي العدل جابلي الكتاب وقال لي اقرأ فقالت الكتاب جننت وقلت له قابلت صلاح عيسى لازم اروحه فقال لي نقابله وروحت قابلت صلاح عيسى وقعدت معاه واتفهمنا في التفاصيل كلها وبتدي تكتب يعني هو كان عامل الباب الاخير في الكتاب كتاب رجال رايو سكينة لها عامل باب الاخير التحقيقات كلها فانا ابتدت اخد المفردات اللغة بتاعتهم وكل دي وعمل بها وعملتها الحالة الاخيرة عملت بها الحوار كلها وطلعنا ببطل مهم جدا حبي بقى ما عايزة وصل لحيط حبي لل وكي نيابة اللي جيه بعد التاني مع اعتذر والتاني بوز الدنيا واعتذر اسكندراني جابوا واحد من القاهرة من هنا عشقته باللي عمله اما جبت ومشحده مع البنت الصغيرة اه اما جبت فاتحي ده انا كنت قاعد بتكلم مع صلاحيسة في التفاصيل كلها الله يرحمه اما جبت فاتحي عبدالرهاب جبته قلتله الحكاية ان انا عاشق للراجل ده هذا الرجل الله انا فعلا عاشقته كان زكي جد هايل كان كان فظيع وفكرة انه يجيب البنت الصغيرة وطبعا هي مش ما ينفعش تشهد لكن اعتقد ده في القانون بيقوله بيستأنس برأيها يعني اعتقد كده خلينا نطلع فاصل ونرجع وهنتوقف كتير بعد ما نرجع برضو عند ريوسكي طب ايه حكاية التمثيل بقى جمال عبد الحميبي يمثل ليه ده انت مش اصلي في بعض المخرجين كانوا يحبوا يطلعوا في مشهد واحد كده في عملهم لا انت بتمثل انت بدي لنفسك دور يعني مش عمل واحد ده في كذا عمل والله شوفي هقولي عددك الاعمال اللي انا طلعت فيها كان بيبقى فيه مشكلة يعني مشكلة وبحلها ان انا بقى مثل انا عاشق التمثيل وتعلمت التمثيل من الممثلين العبقرة الكتير اللي كانوا في مصر واللي كانوا برة في امريكا كنت بتعلم التمثيل بشوف التمثيل شكل وايه وايه الصح وايه الغلط وكنت بقعد مع الممثل او الممثلة اشرح لهم بالزبط الشخصية شكلها ايه تركبته ازاي الحوار ازاي السلوك ازاي الفهم ازاي كده يعني فعاشق التمثيل كان بيخلينا عمل كده علاقتي بقى ان انا مثل انا اللي بخرج فما ينفعش اسيب الكاميرات وسيب الدنيا والمونتاج بالضبط اه واقفة مثل فكنت بعمل يعني الادوار اللي عملتهاك اغلب الادوار اللي عملتها كان بيبقى فيه مشكلة يعني انه حد كان المفروض هو اللي هيبقى بيعملوا الدور ومجاش يعملوا الدور ومجاش اه بتنقذ موقف بس اه فيه مرة في مسلسل ارابيسك اه دور وكين نيابة دوروا عليه كان بيصار مع الاستاذ محمد فاضل في مسلسل فقعدوا يدوره هلي مش لقينه ومرحش لمحمد فاضل فقال راحوا له البيت لقوه وتوفى في البيت فقالوا لي انا كنت حاجز استوديو الاهرام فوق وباني دي كرات فاضطريت ان انا عمل وكين نيابة ولغيت المشهد اللي كان عامله الله يرحمه اللي مات وعملت الالتالت مشاهد والله اربع مشاهد اما رحت عملت في العندليب الدور ده اخترت ناس ودورت على ناس عشان يعملوا الدور ده يعني مفيش مش لاحد فاضطريت ان انا عمله بتعمل الدور عشان التركيبة نفسها بتاعت هذا الممثل العبقري الشخصية اللي ها يعني انا بعشاؤه الحقيقة تعال نشوف المشهد من العندليب وهرجع تاني رايا وسكين يا جماعة محتاجين نتكلم تاني عن رايا وسكين لانه الحقيقة هذا المسلسل مش بس هو علامة مهمة من علامات الدراما المصرية ولكن انت عملت حالة خاصة جدا فيه خليت الناس تتوحد مع الابطال ومع العمل من اول برضو التتر يعني كانت الميزة دايما بتاعتك انه الناس بتتابع من التتر للتتر من اول التتر الاولاني اللي غنى فيه خالد عجاج اسكندرية من اول ده لغاية ما بنشوف اسم جمال عبد الحميد امضته الشهيرة في التتر الاخراني تحس انك ايه ده انا عايزة كام يعني الحلقة خلصت ليه انا عايزة كامل اشوف بس العندليب وارجع تانية كامل رايو سكين واضح انه الشباب عندنا معجبين بحضرتك كممثل فجايبين كل الفيديوهات كممثل مش مخرج بقى معجبين بحضرتك جدا ايه ده طب ما كمل في التمثيل بقى ما انا بقول لحضرتك انا منفعش امثل وانا بخرج اه ممكن امثل لكن انا حبي للممثل هو الاساس بتاع العمل يعني اي عمل بعمله مهم قوي بالنسبة لي ممثل كل شيء حوالين الممثل لخدمة هذا الممثل في الشخصية اللي بيعملها عشان توصل للناس هو اللي بيوصل الدراما للناس فالممثل الممثل مهب جدا جدا يعني سواء ملابس مكياج اضاءة ديكور تصويق واتفر يعني كل ده بخدم بي الممثل عشان الممثل يطلع الشخصية توصل للناس هو القارق اللي بيوصل الورق اللي انا حبيته ووافقت عليه وكنت فرحان به ارجع بقى الرايا وسكينة هذا العمل زي ما كنت بقولها حضرتك عمل عند الناس حالة تقمص وجداني ويجي يخلص الحلقة وتخلص الحلقة لا احنا عايزين نكمل الاحداث انت عملت زي كده المخرجين بتوع امريكا اللي هو احنا بنلحس ورا الاحداث ورا حضرتك انت بتعملها لنا ورا بعد ورا بعد ورا بعد بطريقة احنا بنحس الحلقة بتخلص احنا بنلهس عملت اقاع وده شطرة مخرج عملت اقاع سريع جدا واحداث مطلحقة ما فيش حلقة فيها ماطن ما فيش حلقة فيها تطويل ما فيش حلقة فيها المشهد ده كان ممكن يتشال ما فيش حلقة فيها تنهيدة كبيرة كده با احنا بنطول بس المشهد موضوع ما كانش سهل واحداث مطلحقة خططت للعمل ده ازاي ما انا قلت لحداتك اعدتي مع صلاح ايسى بس صلاح ايسى اديك مضمون انت نقلت صورة مظبوط اه انا طبعا لما عدت اشتغل اكتب المسلسل تفاصيل كل الاشياء اللي موجودة بحاول بقدر الامكان اوصل للناس وده اللي حصل انا قلت لعبلة حبيبتي عبلة كامل اه هي كانت مش عايزة تشتغل كانت رفضة تشتغل وانا بتحايل عليها انها تعمل الدور امتش شايفها هي شايفها هي الدور هي الدور هي راية وكانت نجو ابراهيم نجمة ابراهيم عاملة فيلم رايو سكينا ده وكان عندها شهرة بالإفهات اللي بتقولها فكانت قلقانة جدا من ده فقلت لها جملة واللهم لك الحمد ده اللي بيحصل قلت لها اه على فاكرة عبلة الناس هترجع لنا عشان تعرف رايو سكينا دايما الناس هترجع عشان احنا الاساس هنبقى عن التركيبة بتاعت رايو سكينا اللي هي الواقع الحقيقي اللي عامله صار عايزة وعشان خطري وقعدت اتحايل عليها عشان تشتغل وعايش انا عبلة كامل يعني انا مش عارف اقول ايه دور بتاعت لعنجمة كبيرة هي وعملت دور رايو احنا نسينا بيها اي حد تاني عامل رايو حضرتك هي لها نوعية معينة في التمثيل خليتها تختلف تماما وتعمل الشخصية والتركيبة دي بهرة الناس يعني الناس بيتفرجوا فعلا على المسلسل كأنه جديد كل ما بيتعرض وعنده اكتر مسلسل بيتعرض في الاعمال اللي انا عملتها بيتعرض 30-40 مرة في السنة في قنوات كتير جدا وكل ما بيتعرض الناس يكلموني في التليفون ارايو سكينة بيتعرض وهكذا فعلا المسلسل كأنه بيتعرض لأول مرة بيتفرجوا عليه الناس كأنه لأول مرة وبعدين في ناس بتكلمني تقول لي احنا بنشوف حاجات ما كناش بنشوفها بالضبط كل مرة بنشوف حاجات تانية وما بنشوفه حتى دلوقتي بنحس انه هو لسه جديد يعني ما بنحسش انه ده المسلسل تعمل من كام سنة شريهان التعامل مع شريهان وفوزير حاجات ومحتاجات وشريهان ليه بسأل عنها لأنها قالت أنها سمتعت جدا بالشغل مع جمال عبد الحميد وأنا قالت كده أنها بتشعر بالبهجة والسعادة لما بتشتغل معاك صديقة عزيزة وغالية وصديقة قديمة جدا يعني وسبب تعستي الحادثة اللي حصلت لها وسفرت وراحت بره ورحت أنا وعمار وسايت حجاب جبناها من المطار على كرسي كده وصلناها لغاية البيت وبقت تعمل المعالجة فكت عاشق لشريهان صديقة وصديقة هيلة وبتفرج على المسرح المسارح الشغل المسرح اللي بتعمله بلاس إنها عملت سينما كتير حلوة جدا فهي علاقة قديمة جدا 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 من وهي صغيرة أكت شريهان صغيرة وكانت صحبيتي جدا كنت بحبها مش كنت بحبها أنا ما زلت بحب شريهان شريهان بقى القدمة جميلة خالص وزي الفل وإدها مفتوحة وأنا بقولي الكلام ده قدام ربنا سبحانه وتعالى فتحة بيوت كتير جدا جدا مفكرتوش تكمله فوزير دلوقتي هي دلوقتي تمام وزي الفل ورجعت بالسلامة وعملت استعراض مصرح استعراضي وكان حاجة جميلة جدا مفكرتش أنت وهي نتيجي كده نعمل حاجة أنا بقى لها فترة وبنتكلمش ليه؟ بقى لها فترة طويلة غيرت تليفون ها ما عنديش التليفون بتاعه وإسعاد كانت طلبت مني إحنا كنا متفقين نعمل مسلسل سوا وراحت جابت اللبس وفرجتني وبقنا نقرأ ونتفاهم في تفاصيل المسلسل وبعدين حصل لها اللي حصل في الشهة ده وتقبطه كده وخلاص وعدت سنة كاملة بظهر على حد يجي يعمل الدور يعمل مسلسل ده وبعدين بعد كده وحيد حامد الدني مسلسل نعمله واتفقنا إنتاجه تعمله شريهان وبعدين حصل برضه نفس المشكلة وتعبت وإسعاد طلبت مني المسلسل المسلسل ده أنا كنت تلفيت عند كل منتجين مصر اللي عندهم المسلسل ده وما حصلش يعني ما حصلش إن احنا اتكلمنا مع الناس حابتي جدا وانا بحبها من زمان من زمان عمر يعني نشوف الحاجات ومحتاجات مع شريهان وبعدها عاوز أسأل أنت تعملت مع نيلي وتعملت مع شريهان ونيلي وشريهان في الفوزير عاملين زي إيه زي الاهلي والزمالك كده وناس تحس إنهم الفانس طوع نيلي وناس الفانس طوع شريهان ويقول لك شريهان أحسن من نيلي في الفوزير واللي يقول لا أنا اللي أحسن من شريهان في الفوزير مع أن الكل واحد ليه بصمة بتاعته ولونه نشوف بس شريهان ونرجع نكامل اكتشافك في الفوزير أنت بدأت تطلع نجوم نجوم جديدة في الفوزير الله يرحمه عهدي صادق أنا كنت جاب تلاتة جداد طول بعض فيش حد أطول من التاني التلاتة أسارين عهدي صادق الله يرحمه محمد هنيدي وعلاق مرسي الحقيقة التركيبة بتاعت سيد حجاب اللي كاتب حاجاتهم محتاجات التركيبة بتاعت سيد حجاب فيه ثلاث شخصيات بيشتغلوا بيشتغلوا معا وكنت رافض أن أنا أجيب ممثلين كتير يعني لما اشتغلت مع نيلي جبت صحابي كلهم اشتغلوا على مرأة أغلب الممثلين أصدقائي يعني فقلت لأ أنا عزبتهم لك التلاتة عزبتهم لك ما تقلقيش مش عايزين جي ممثلين كتير يعني هما التلاتة يفضلوا وعتوظفيهم بقى واحد وردتاني وكده يعني أقولك إيه بس كانت عظيمة والله كانت هايلة إيه الفرق بين نيلي وبين شريهان في الفوزير إيه التعمة الخاص بنيلي والتعمة الخاص بشريهان والله يعني ما لهاش علاقة بعضها يعني يعني نيلي الوحدة وشريهان الوحدة ما بالزبط اللي فارق منهم ونسلم على نيلي نيلي غالية وعزيزة و... و... وزي الفل يعني احنا كنا بنشارك وكنا بنتناقش على فكرة بنقعد في المكتب عندها فوسط البلد بنقعد نصهر ونجيبه المرحنين ونجيبه التركيبات بتاعة الحكاية واني نشتغل نفكر في ايه ونعمل ايه وكانت لها أراء معينة فكنت أقول لها بلاش كذا ونعمل كذا وتتناقش معايا ونلغاية لما نوصل لحلول ونشتغل دي نيلي وبعدين أنا عايشة نيلي هي مختراني أنا وهي سأب شهورتي بجد أما جيت أشتغل مع شريهان كنت أعمل على مورا نكحة فأنا بشتغل بشريهان بقى عايزة نجح يعني عايزة أعمل الفوزير نجح عاو استعمل إضافة على اللي فات وشريهان كان عندها حاجات عجيبة جدا مش عندنا عندها فيديوهات لكل الرقص والاستعراضات اللي في العالم كله كل دول العالم اللي فيها غنى واستعراض بتاكد تفرجني وبتجيب لبس من بره طول الوقت آه هي كان مهتمة بالموضوع ده جدا طول الوقت وبعدين تت كانت النقط بقى بتتقيل تبرعوا للشراء أما لبس شريهان في الفوزير كانت بتصرف كتير هي جدا على اللي بس بتصرف كل فلوسة على اللي بس وكده وكانت تاخدني البيت تطلعلي من اللي بس كتير جدا قبل ما ندخل نشتغل وكانت بتجيب بقى كنت واخد لها واخد لها قوضة في في السوديو عشرة في التلفزيون حطت بقى فيه كل اللي بس بتاعها فانا كنت بشتغل معها وبحس بصعوبة معينة فانو احنا عندنا استعراضات كتير جدا في كل دول العالم يعني هي فبتجيب لبس بتجيب لبس ينفع بتاع أزياء العالم وكان حزني عليها من الحادثة اللي حصلت لها واما جات كنت بشتغل كنت بحاول بقدر الإمكان أشيلها يعني أنا كنت بحب الشرهان جدا جدا انا كلنا بنحبها والحقيقة يعني نجمة كبيرة ونفسنا بقى يبقى في عمل قريب يجمعكم فانا اشتغلت مع اتنين هايلين يعني نيلي وشرهان اتنين هايلين جدا جدا اللي اتنين بنحبهم والاتنين أحلى من بعض انا بحب الاتنين اشنا نحبوا حضرتك كمان المخرج الكبير الأستاذ جمال عبد الحميد نورتنا وبجد انت قامة مهمة من قامات الدراما المصرية وسواء بقى في الفوزير او في المسلسلات الجميلة اللي هي بصمات في وجدان مش يعني ما نقدرش نقول غير كده اشكرك نورتنا في وصر جديد ربنا خديك بعد زملاء المهنة للمخرج الكبير جمال عبد الحميد كانوا بيعتبروا محظوظ عشان هو استفاد من الفرص اللي جات له وانه دا يمكن يكون هو سر النجاح ولكن الحقيقة الحظ والتوفيق بيجوا دايما للي بيجتهد للي بيشتغل بإخلاص للي بيجري ورا حلمه للي بيقدر يخلق الفرصة لنفسه انه ينجح من خلال الفرصة اللي بيجيله وده بالضبط اللي عمله المخرج الكبير الجميل جمال عبد الحميد اللي سجل امضاءه على اهم صفحات الدراما المصرية في عصرها الدهبي اشكركم شكرا انجازيلا بكرا مصر جديد ان شاء الله